كثف المجتمع الدولي من تحركاته الدبلوماسية الخاصة باليمن حيث رفعت واشنطن والأمم المتحدة من منسوب اهتمامها بالأزمة البالغة سبع سنوات ففي توقيت واحد زار كل من المبعوثين الأمريكي والأممي اليمن بالتزامن مع تصاعد العمليات العسكرية في مارب وجمود الأزمة بين الحكومة والانتقال في عدن على المستوى السياسي بدت الزيارة الأممية لعدن ثم تعز والأمريكية لعدن مفتاحا لتوجه دولي مختلف نحو تكثيف الضغوط لإنهاء الحرب اليمنية خصوصا بعد اتهامات الحكومة للمجتمع الدولي بالتهاون مع جرائم الحوثي في مارب إلا أن الزيارتين على المستوى الميداني لم تغير كما تؤكد الوقايع في مجريات الأحداث على الأرض عسكريا وإنسانيا دبلوماسيا ظهر خطاب واشنطن والأمم المتحدة متوافقا على ضرورة زيادة الضغوطات لفرض الحل السياسي للأزمة الراهنة إلا أن اللغة الأمريكية بدت أكثر وضوحا من الأممية فالمبعوث الأمريكي تيم ليندر كينغ وعلى عكس الأممي هانس جروندبرغ جددت تصريحاته مطالبة الحوثيين بإيقاف المعارك ضد مارب والسكمال تنفيذ بنود اتفاق رياض في عدن اللغة الأممية كعادتها لم تتجاوز نطاق الوصف لما هو معلوم ومشاهد ورغم أن زيارة المبعوث جروندبرغ لمدينة تعز وريفها لاقت ترحيبا رسميا ورسمت أملا شعبيا إلا أنه تحدث عن حصار المدينة دون الإشارة لميليشيا الحوثي وهو ما جعل البعض يشكك في النتائج المرجوة من أول زيارة لمبعوث أممي لمدينة تحاصر منذ ست سنوات بالنسبة لمراقبين فإن الجهود الأمريكية والأممية المكثفة لليمن هذه المرة لن تغير من الجمود الحاصل في المفاوضات السياسية ما لم يتغير سلوك المجتمع الدولي نفسه باتجاه يفعل من دبلوماسية العقوبات على ميليشيا الحوثي التي تجد في الدبلوماسية الدولية متسعا من الوقت لتسجيل انتصارات عسكرية وارتكاب مآس إنسانية اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة